بعد موجود التقس الباردة والأمطار الغزيرة استقرار في درجات الحرارة والمدة أسبوع لتفاصيل أكتر تابعونا موسيقى هيئة الأرصاد الجوية قالت أن في استمرار الالتفاع التدريجي في درجات الحرارة خلال تقس الأسبوع الجديد على كافة أنحاء البلاد بقيم تتراوح من 3 ل 4 درجات مقوية حيث يسود تقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وهيكون حالة التقس على مدار الأسبوع على جنوب سيناء مائل للحرارة وهيكون حار على جنوب الصعيد بينما هيكون التقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء وخلال الأسبوع ده برضو هيبقى فيه نشاط للشابورة المائية الكسيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وكمان السواحل الشمالية ومنذن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وبحسب توقعات هيئة الأرصاد برضو لتقس الأسبوع ده هيكون فيه نشاط للرياح المثير للرمال والأتربة على بعض المناطق من أقصى غرب البلاد تظهر تأثيرها النهاردة على بعض المحافظات بينما تهدأ نشاط الرياح اعتبرد من بكرة السبت وحتى الأربعاء القادم ويبقى نشاط الرياح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وقال تهيئة الأرصاد برضو أن فيه شوائب عالقة تظهر في الجو نهارا خلال الأسبوع ده بتزامن مع الارتفاع في درجات الحرارة وهتستمر حتى يوم الأربع القادم على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد أما عن درجات الحرارة المتوقعة الأسبوع ده فهتكون كالتالي القاهرة الكبرى والوجه البحري هتتتراوح بين 26 و28 درجة السواحل الشمالية هتتتراوح ما بين 24 ل28 درجة جنوب سيناء وثلاثة الجبال البحر الأحمر بتتراوح ما بين 28 ل30 درجة شمال الصعيد ما بين 25 وال32 درجة أما عن جنوب الصعيد فتتتراوح ما بين 28 و34 درجة وتبقى نصيح الإدارة العامة للمرور للسادة السائقين على الطرق والمحاور خاصة في أوقات الشبورة الكسيفة أو أوقات برضو الشوائب العالقة والرياح خلال فترة النصف الثاني من فصل الخريف واللي بيشهد تقلبات حد في الجو ما بين انخفاض وارتفاع حرارة مفاجئ وأحيانا أمطار غزيرة ورياح وهي كالتالي الالتزام بالتعليمات والقواعد الأمنة عدم استخدام الفرامل بصورة مفاجئة وعدم تخطي 60 كم على الساعة خلال طقس السيء التركيز والتحكم في عجلة القيادة وعدم الانشغال تشغيل المساحات بصورة دورية لتجنب انعدام الرؤية وإضاءة جميع أنوار السيارات الخلفية والأمامية فتح زجاج السيارة لمنع تكثيف البخار جواها واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة في انعدام الرؤية عدم تخطي السيارة اللي قدامك في الشبورة المائية أو الترابية وتجنب الساقة الزايدة في القيادة وتخطي السرعات المقررة القانونية في النهاية بنتمنى لحضراتكم السلامة وإلى هنا انتظر تقطيطنا نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء